السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك ناس سألت كتير كيف تفك الدركسيون عندما يقفل اللي بيسموه لك الدركسيون كيف تفكه؟ زي ما انت شايفين الدركسيون اصلا يعني بيلف من الاتجاه ده بس لكن ناحية التانية ما بيلفش فثابت ده معناه ان هو مقفول باللوك بتاعه طيب لو انا حبيت مثلا اشغل الكونتاكت عادي ودخلت كده مفتاح ما بيلفش خالص فبالتالي اهو ماسك الدركسيون في نفس الوقت المفتاح ما بيلفش طيب اعمل ايه عشان افك الموضوع ده؟ او افك اللوك بتاع الدركسيون ده؟ كل الحكاية انا هشوف الدركسيون بتاعي بيلف في انهي اتجاه بشكل اسهل بمعنى يعني لو جيت انا لفيته كده اهو ناشف ما بيلفش معايا لكن لو انا عملت النحة التانية بصك ده فيه زي سنة كده اهو زي سنة فبالتالي ما دوسش عليه في الاتجاه ده اهو اللي مش متحرك لأ ادوس عليه في الاتجاه التاني كده اهو في نفس الوقت اروح الف الكنتاكت هتلاقيه راح فك معك طبعا عشان انا بس ماسك اه بالايدي التانية الموبايل فانا هسند الان برجلي معلش فبص كده اهو حميل في الاتجاه اللي هو بيتحرك فيه يعني الاتجاه ده لأ اهو هعمل كده وهسند شوية كده اهو وراح فاتح كده اهو اهو تفك اهو شايفين اهو تفك بقى عادة خالص اهو ده كده طريقة تفك اهو بتاع الدركسيون والسلام مرحبا لكم